موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقائق إخبارية مرحبا بكم قال رئيس مجلس القيادة الرئاسية دكتور رشاد العليمي إن السياسات المتخذة حافظت على الاستقرار النسبي للعملة الوطنية ومحاصرة عجز الموازنة العامة عند حدوده الآمنة والتوقف عن تمويلها من مصادر تضخمية رغم التوسع في الإنفاق على الاتزامات الحتمية وفي المقدمة انتظام دفع رواتب موظف الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن والمتقاعدين للمرة الأولى منذ سنوات وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي انتظام دفع مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج والهيئات الدبلوماسية والتدخلات الطارئة لمواجهة احتياجات قطاع الكهرباء التي تصل إلى أكثر من مائة مليون دولار شهريا وشار العليمي أن الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية كانت اختبارا حقيقيا وضع المجلس والحكومة أمام خيارات صعبة أوضح العليمي أن المجلس شجع الحكومة على إصلاحات شاملة في المالية العامة تشمل إجراءات تقشفية وتضمن مكافحة الفساد وتؤكد الحاجة الماسة للدعم من الأشقاء والأصدقاء لسد الفجوة في بند المرتبات والنفقات الضرورية بدلا عن اللجوء إلى الخيار الأسهل عبر الإصدار النقدي الذي من شأنه أن يهوي بالعملة الوطنية والأوضاع المعيشية إلى مستويات متدنية التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بحضور أعضاء المجلس سلطان العرادة وعبد الله العليمي وعثمان مجلي وفرج البحسني ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية السبا فقد استعرض اللقاء مستددات الأوضاع على الساحة اليمنية وأكد على استمرار دعم المملكة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني ودعم كل الجهود الرامية لحل سياسي شامل برعاية الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن وأشهد العليمي بالعلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين والمواقف السعودية الأخوية بما في ذلك دورها القائد لتحالف دعم الشرعية وتدخلاتها الإنسانية والاقتصادية والإنمائية السخية في مختلف المجالات أكدت قيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية في محافظة تعز على أهمية ترشيد الخطاب الإعلامي والسياسي من قبل الأحزاب والتنظيمات السياسية بما يسهم في المزيد من التلاحم والتفرغ لمواجهة الآلة الإعلامية لمليشيا الإرهاب والانقلاب الحوثية جاء ذلك في اللقاء الذي عقدته قيادات الأحزاب في تعز بدعوة من قيادة المكتب السياسي للمقاومة الوطنية بالمحافظة لمناقشة الأوضاع العامة وما تقتضيه متطلبات المرحلة وأشهدت قيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية في تعز بجهود الأجهزة الأمنية في فرض الأمن والتصدي لكل من يقلق السكينة العامة وجددت أحزاب تعز دعوتها إلى المزيد من اليقظة والتلاحم ووحدة الصف والعمل على تعزيز كل عوامل الالتقاء بين أبناء المحافظة وجميع المكونات السياسية وتوحدها في مواجهة المشروع الحوثي المتربص بالمحافظة والوطن عموما قالت مصادر محلية أن المواطن سامي فوزي عبد محسن 22 عاما أصيب يوم أمس برصاص قناصة ميليشيا الإرهاب الحوثية شرقي تعز أوضحت المصادر أن المواطن سامي أصيب في حي بريد الروضة برصاص قناص ميليشاوي حوثي متمركز في معسكر الأمن المركزي شمال شرقي المدينة وتواصل ميليشيا الإرهاب الحوثية جرائمها بحق سكان تعز بشكل يومي وسط صمت حقوقي ودولي فاقم من معاناة سكان المحافظة عودت ميليشيا الإرهاب الحوثية اقتحام مصنع شملان للمياه المعدنية شمال غرب العاصمة صنعاء وأوقفت الإنتاج وقالت مصادر صحفي أن مسلحين حوثيين تابعين للمشرف الميليشاوي الإيراني الحوثي في مديرية همدان حسن الجودة اقتحموا مقر المصنع الواقع في منطقة شملان بمديرية همدان وأوقفوا خطوط الإنتاج وطردوا جميع العاملين ونصبوا خياما في بوابة المصنع بهدف منع دخول وخروج شاحنات المصنع وموظفيه وأوضحت المصادر أن ذلك جاء على خلفية رفض إدارة ومالك المصنع تقاسم العوائد المالية مع القيادي الحوثي المقرب من المجرم والإرهابي المدعو عبد الخالق الحوثي شقيق زعيم التمرد والإرهاب أعلن رئيس منظمة أطباء بلا حدود الدولية كريستوس كريستو انتشار مرض الحصبة وسط الأطفال في محفظة حجة الخاضعة لسيطرة ميليشي الحوثي وقال مكتب المنظمة في اليمن على حسابه في تويتر إن محافظة حجة هي المحطة الأخيرة للرئيس الدولي للمنظمة خلال زيارته للبلاد وقال كريستو لقد رأيت العديد من الأطفال المصابين بعدوى الحصبة وأفاد الفريق الطبي بأن السبب الرئيسي هو الزيادة والفجوة الكبيرة في اللقاحات الروتينية وانخفاض مستوى التطعيم بين الأطفال إضافة إلى استمرار منع الميليشي الحوثية لتداول اللقاحات فرضت ميليشي الحوثي الإرهابية جبايات مالية إضافية على المحال التجاري والمؤسسات الخاصة في محافظة إب وقالت مصادر محلي أن ميليشي الحوثي أجبرت التجارة وأصحاب المحال التجارية والمؤسسات الخاصة في مدينة القاعدة على دفع جبايات مالية تحت مسمى ضريبة أرباح بعد أسابيع من جبايات سابقة حملت مسميات أخرى أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين عن استعداده لتقديم المساندة القانونية ودعم تحركات لنقابة الصحفيين اليمنيين القانونية والقضائية في استعادة مقر النقابة في عدن جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد في العاصمة البلجيكية بروكتسيل يوم أمس كرس للحديث عن الوضع الصحفي في اليمن واقتحام مجامع مسلحة لمقر نقابة الصحفيين في العاصمة المؤقتة عدن وجدد الاتحاد الدولي للصحفيين وقيادات النقابات الموقف الداعم لمجلس نقابة الصحفيين اليمنيين وإذانت ما حدث من اقتحام لمقر النقابة في عدن وأكد تضامنه مع نضالات الصحفيين اليمنيين في الدفاع عن الحقوق والحريات التقى وكيل محافظة حضر موت سالم يسلم بن شرمان اليوم اللجنة الاستشارية لتعزيز الحكم المحلي وبناء السلام الشامل وخلال اللقاء استعرض رئيس اللجنة الاستشارية محمد الحامد نتائج أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية في عدد من القطاعات الحيوية ومنها القطاع الزراعي والسبل الكفيلة بتطويره والنهوض به بحيث يكون رافدا للأمن الغذائي في الجمهورية اليمنية كما ناقش اللقاء التقارير المقدمة من الهيئتين العامتين لحماية البيئة وموارد المياه وحقوق الإنسان ومصلحة السجون وأبرز التحديات والصعوبات التي تواجههم وكيفية التغلب عليها قال نائب مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة المهر عيسى القميري بأن المملكة العربية السعودية تواصل دعمها لقطاع التعليم بالمحافظة سواء عبر البرنامج السعودي أو مركز الملك سلمان لتطوير العملية التعليمية بالمحافظة بالتزامن مع موجة النزوح التي تشهدها المحافظة أضاف القميري في تصريح لقناة سهيل بأن الدعم السعودي يأتي بالتزامن مع استمرار جهود السلطة المحلية بالمحافظة في تغطية عجز المدارس بالكوادر التربوية وصرف المستحقات المالية والميزانيات التشغيلية للمدارس لتوفير بيئة تعليمية مناسبة لآلاف الطلاب قال مدير فرع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث بمحافظة المهر محمد علي الناشري إن المحافظة بحاجة لاهتمام المانحين وتنفيذ المشاريع الإنسانية بعد أن أصبحت قبلة لآلاف النازحين خلال السنوات الأخيرة أوضح الناشري في تصريح لقناة سهيل أن الجمعية الدولية قامت بتشغيل مشروع تمكين الأيتام في اليمن وتعزيز الرعاية الصحية ومركز الغسيل الكلوي للتخفيف من معاناة سكان المحافظة بتمويل من مركز الملك سلمان الإغاثة والأعمال الإنسانية أقرت رئاسة جامعة المهر ضم الكليات الواقعة في النطاق الجغرافي للمحافظة إلى جامعة المهر بعد أن كانت تابعة لجامعة حضر موت وقال رئيس جامعة المهر أنور كلشات إن إجراءات فصل الكليات يأتي ضمن جهود الجامعة في ترتيب أوضاعها بحسب توجيهات وزير التعليم العالي أشار كلشات إلى أن جامعة المهر ستسعى لافتتاح كليات جديدة تلبية لاحتياج أبناء المحافظة في مختلف التخصصات ورفض المحافظة بالمزيد من الكوادر المؤهلة دشنا مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية صباح اليوم توزيع سبعة آلاف سلة غذائية مخصصة للمحتاجين في مديريات بيحان وعين وعسيلان مقدمة من المركز وخلال عملية التدشين لفت وكيل المحافظة علي الكندي أن هذه المساعدة تأتي في إطار مشروع توزيع سلة الغذائية على الأسر الأشد فقرا في اليمن والممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ونوه الوكيل الكندي بأهمية هذه السلة الغذائية للأسر المستهدفة وحاجتهم المسألها شاكرا المملكة العربية السعودية على دعمها المستمر والمتواصل اليمن عامة ومحافظة شبوة على وجه الخصوص دقائقنا الإخبارية انتهت في أمان الله اشتركوا في القناة